نروح على تاني حاجة عندنا ألا وهي الاندوبلازمي كريتيكلام أو الشبكة الاندوبلازمية اللي انتو برضو خدتوها في سنوي الشبكة الاندوبلازمية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن structure تركيبات في الخلية بتبقى متغطية بميمبرينز بيبقى في منها نوعين نوع بقول عليه الرف اندوبلازمي كريتيكلام أو الشبكة الاندوبلازمية الخشنة واللي تسمت كده نتيجة لوجود الريبوزوم على السطح الخارجي بتاعها فبيخليها خشنة شكلها زي خشنة والنوع التاني اللي هو اسمه الاسموث اندوبلازمي كريتيكلام أو الشبكة الاندوبلازمية الناعمة واللي تسمت كده لإن ما فيش ريبوزومز على السورفز بتاعها وخلينا أقول لك ان الرف أو الاسموث هما الاتنين بيبقى ليهم ميمبرين يعني هما الاتنين من الميمبرينز أرجانيل وزي ما قلنا ان الميمبرين بتاعهم بيبقى شبه السلميمبرين مع اختلافات بسيطة وزي ما انت شايف في الصورة ان الميمبرين بتاع الرف بيكمل مع الميمبرين بتاع الاسموث اندوبلازمي كريتيكلام لكن طبعا جوه الخلية احنا ما بنشوفش المنظر ده لانك لما بتيجي تقطع سيكشن مقطع في الخلية ما بيبانش ان الرف متصل باللي سموث الا ان هو في الواقع لما جينا بعد كده بالميكريسكوبات الحديثة اللي هي بتصور الحاجة بسلسية الابعاد بان ان هو الرف بيبقى متصل باللي سموث اتفقنا؟ خلينا بتجي اول حاجة عندنا بالرف اندوبلازمي كريتيكلام او الشبكة الاندوبلازمية الخشنة ونقول اول حاجة بالليت مايكريسكوب هل هي بالبان؟ لا والله هي ما بتبانش لكن وجودها بكمية كبيرة جوه الخلية بتخليلك السيتوبلازمي ايه؟ قول لي انت ها؟ والله الرف ده بيبقى عليه مين؟ عليه رايبوزوم قعد عليه واحنا قلنا رايبوزوم موجوده بيخليلك السيتوبلازمي بيزوفيلك فبالتالي ها؟ فبالتالي وجود الرف بكمية كبيرة جوه الخلية حيخلي لك السايتو بلازمي بيزوفيليك نظراً لوجود الريبوزوم اللي موجودة على السطح بتاع الراف الاندو بلازمي كريتيكلا طيب تعالي على الاريكترو مايكروسكوب بتاعه بيبقى شكله ايه بيقولك والله بيبقى عبارة عن أنابيب رفيعة والأنابيب هنا بقوله عليها اسم بقوله عليها سيسترني وكلمة سيسترني دي جمع مفردها سيسترنا وما معنى سيسترنا سيسترنا عبارة عن اي تركيب بيبقى له تجويف من جوه بيبقى مضغطي بغشاء ولو تجويف من جوه ده مسمى سيسترنا اي تركيب له غشاء ولو تجويف من جوه فاذا هو عبارة عن مجموعة من السيسترني او عايز تقول مجموعة من التيوبيول تيوبيول يعني ايه تصغير تيوب يعني تصغير انبوبة قولها مفيش مشكلة تقول دي او دي الاتنين صحة تمام السيسترنا او التيوبيول دي بيبقى شكلها ايه أولا هي بتبقى متوازية لبعض هي متوازية وبتبقى flattened flattened يعني ايه؟ يعني انفلطها وبتبقى interconnected يعني متصلة ببعضها وبيبقى السطح الخارجي بتاعها بيبقى ايه؟ عليه الريبوزو خلي بالك هو ده السطح الخارجي بتاعها وده اللي جوه التجويف يعني هو ده التجويف عشان انتم بتلعبطوا ده السسترنا هي الأنبوبة بتاعتي اهي ده التجويف بتاعها اللي هو المبيض ده وقادي ده الريبوزوم موجودة على الـ outer surface او الجوز الخارجي بتاعها تمام؟ خلينا اقولك ان الرف اندوبلازمي كريتيكلام بيبقى متصل بالميمبرين او الغشاء الخارجي بتاع النواة زي ما هنشوف بعد كده مع النيوكياس وحنعرف ليه خلينا اقولك برضو ان التجويف بتاع الرف اندوبلازمي كريتيكلام بيحتوي على يعني شكل كده بقول عليه فلوكيلانت ماتيريال زي ما الكتاب كاتب عندكم يعني فلوكيلانت يعني عبارة عن ماتيريال كده شبه ايه؟ عارفين غزل البنات؟ غزل البنات او شبه القطن كده ما تجد فرفاته طب هو المنظر ده جاب من ايه؟ ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن البروتين اللي هو ايه؟ اللي هو بيتكون جوه الرف اندوبلازمي كريتيكلام اتفقنا؟ طب هو ايه وظيفة او وظايف ايه الرف اندوبلازمي كريتيكلام؟ اكيد هو مسؤول عن تكوين البروتين انه نوع من انواع البروتين ما خلاص عرفناها هو مين كان قاعد على ريبوزوم الاتاتشد وإحنا قلنا الاتاتشد ده بيتكون عليه انه نوع من انواع البروتين بيتكون عليه السيكريتوري بروتين اللي هو البروتين اللي هيحصل له افراز برا الخلية هيتكون عليه الانزيمات بتاعة الليزوزوم هيتكون عليه الميمبرين بروتين وخلي بالك كمان عشان فيه نقطة احنا زي ما قلنا احنا عندنا فيه ميمبرينة أورجانيلز الريجانيلز ديها ميمبرين الميمبرين بتاعها ده اللي هو فيه بروتين اللي بيكونه برضو من وده ليه لأنه برضو محتاج توجيه انت ايه روح لايه للريجانيل المعين ده الميمبرين بتاع الريجانيل المعين ده اتفقنا طيب هو دلوقتي بعد مالاتح دريبوزوم جاء وكوم لي البروتين بيحصل إيه بروتيم ده بييجي ويدخل جوه اليومن بتاع مين بتاع اليندو بلازم كريتيكلا بتاع الراف اندو بلازم كريتيكلا اللي هو اليومن بتاع السيسترنا بتاعتي وبعد كده يعمل فيه بيعملوا حاجة اسمها بوست ترانسليشنال موديفكيشن يعني ايه يعني بيعملوا عملية تعديل تعديل يعني ايه يعني حامل في ايه يعني يعملوا فولading يلفوا بالمنظر ده زي ما حتاخده في البيوكيميستري ان البروتين بيحصل فيه تغيرات في الشكل ويعرج او يحصل له فولد بالمنظر ده ومش كده وبس ده بيعمله كمان شوية كيميكال موديفكيشن او تعديلات كيميائية تانية زي مثلا ان هو يضيف له سالفيد جروب يعمله حاجة اسمها سالفيشن او يحط له كربوهايدريت جروب يعمله حاجة اسمها جلايكوزيليشن بس انا بقول عليها هنا انيشيال جلايكوزيليشن يعني ايه يعني هو بيبتدي عملية الجلايكوزيليشن لانت العملية دي بتكمل بتكمل فين في الجولجي أباريتس طب وعد ما عمله التعديل ده ايه اللي بيحصل يقوم جاي بعد كده ويقوم حطه مع بيه في حويصالة الحويصالة دي اسميها ترانسبورت فيزيكل حويصالة جت طلعت من الرف انتو بلازم كريتيكلا انفصلت وهتروح بعد كده تنقل البروتين اللي جواها على مين على المحطة الثالثة بتاعتي اللي هي الجولجي أباريتس فعشان كده حويصالة بسميها ترانسبورت يعني حويصالة أناقلة ها اوتوبيس هتنقل البروتين من الرف انتو بلازم كريتيكلا توديه على فين على الجولجي أباريتس اتفقنا؟ نروح بعد كده ونقول هي ايه الأماكن او الخلايا اللي بتحتوي على الرف انتو بلازم كريتيكلا زي ما قلنا كل الخلايا بتاعتي فيها رف انتو بلازم كريتيكلا لكن لكن بتبقى موجودة بكثرة في مين نفس الكلام بتاعها الريبوزوم فأي خلية بتصنع وتفرز بروتين زي مين أشهرها الأورجن الراشئ في كل مصلحة الليبر الليبر ده بيصنع كمية محترمة من البروتين اللي هي مثلا أشهرها البلازم بروتين اللي هي بتدخل في عملية تجلط الدم زي مثلا البانكرياس البانكرياس ده ده مقطع في البانكرياس بيفرز الانزيمات الهضمة اللي بتهدم لك الأكل زي خلية حتاخدوها في الكونكتف تيشو أو النسيج الضام اسمها فيبرو بلاست اللي هي بتنتج لك الفايبرز أو الألياف بتاعة الكونكتف تيشو زي خلية برضو حتاخدها في الكونكتف تيشو اللي هي اسمها بلازم سيل واللي هي بتفرز لك الانتي بودي أو الأكسام المضادة وكل دي عبارة عن بروتين يبقى كل الخلية دي هيبقى فيها كمية محترمة من الرف اندوبلازميك ريتيكلا كده احنا خلصنا الرف ونروح بعد كده على السموث اندوبلازميك ريتيكلا ونقول هو السموث ده بلايت مايكروسكوب بيبان لو الله ما بيبانش الا انه وجوده بكمية كبيرة في الخلية بيخليلي السايتوبلازم هنا ايه بقى لا مش بيزوفيليك حيخلولي اسيدوفيليك او ايزينوفيليك او يعني ايه يعني حيخلولي هنا لونه بمبي وده ليه يا ترى ليه عشان السموث دي واحدة من الميمبرنس اورجانيل وليها ميمبرين والميمبرين ده بيتكون من بروتين والبروتين ده بيتكون من امينو أسد والامينو أسد ده زي ما قلنا بيبقى يا أسدك يا بيزك يا نيوترال فالنوع اللي حيكون لي البروتين بتاع الميمبرين بتاع اللي سموث هيبقى بيزك النيتشر عشان كده حياخد الاسيدك ستين عشان كده حيعمل لي ايه ها اسيدوفيليا او حيخليلي السايتوبلازم ايه لونه بينك طيب تعالى بقى بال الالكترون مايكروسكوب ونقول ايه يا ترى شكل اللي سموث اندوبلازمك ريتيكلا اللي سموث اندوبلازمك دي يا شباب بتبقى عبارة عن تشوبيول يعني ايه تشوبيول زي ما قلت لك تصغير تيوب تصغير انبوبة تمام يعني انبوبة بس رفيع اصغر الانبوبة دي بيقى شكلها ايه حشبهلك بالزبط زي صعوبة عيدك بص كده صعوبة عيدك اللي اتنين افردهم وتعال اشبكهم لبعض ماشي افردهم وشبكهم في بعض وبعد ما اتشبكهم في بعض انا حقطعلك ها الجزء المتشبك ده فلما قطعتلك الجزء المتشبك ده ظهر لي ايه ظهر لي المنظر اللي انت شايفه ده ظهر لي تشوبيول صغيرة ها وجنبيها فيزيكل او حويصيلات المنظر ده نتج من ايه نتج من ان اللي سموز دي عبارة عن انابيب انتركنكتد متشبكة لما اقطع منها سكشن مقطع تبلك انابيب رفيع اهي وجنبيها حويصيلات او فيزيكل وزي ما قلنا هي اسمها سموث ليه لان الممبرين بتاعها ما علاهوش الايه الريبوزوم وزي ما قلنا ان في الخلية الممبرين بتاع اللي سموث بيبقى ماسك او مكمل مع الممبرين بتاع الرف اندوبلازم كريتيكلا الا ان زي ما قلتلكم المنظر ده ما بيبليش لما اقطع ايه لما اقطع مقطع في الخلية اتفقنا طب يا ترى ايه وظائف الاسموث اندوبلازم كريتيكلا خلي بالك ان الاسموث ده عبارة عن خط الانتاج التاني في الخلية احنا خدنا خط الانتاج الاول اللي هو تكوين البروتين لا ده خط انتاج الدهون اه يعني هو مسؤول عن ايه مسؤول عن تكوين اي دهون في الخلية ليه مين يعني احنا مش جينا خدنا السيل ممبرين واخدنا السيل ممبرين بيكون من فوسفوليبيد وكولستيرول مين اللي بيكونهم يكونهم الـ Smooth Endoplasm Critical? ومش كده بس ده كمان الـ Smooth Endoplasm Critical تصنع الـ Steroids Hormons ومش معنى الـ Steroids Hormons لإن هي بيدخل في تكونها برضو كلستيرول طب زي刚質gerثرول زي مثلا الهرمون بتاع التاستس اللي هو التاستستيرول زي الهرمون بتاع الأوريز أو المبايد اللي هي الأيستروجين والبروجسترون زي الهرمون بتاع السوبراريناللاند اللي هي لغدة لفوق كالاوية أو اللي بكونها لغدة كذرية اللي هي بتصنع هرمون زي مثلاً الكورتيزون كل الهرمونات دي عبارة عن ستيرويد هرمونز بتدخل في تكوينها القولستيرول اللي بتصنعه مين اللي سموث اندوبلازمي كريتيكلا طيب مش كده وبس ده كمان اللي سموث بيدخل في تكوين الجلايكوجين وإيه الجلايكوجين ده الجلايكوجين ده عبارة عن المخزون بتاع الكربوهايدريت في جسمك واللي بيبقى متخزن في الخلايا بتاعة الليفر مش كده وبس ده كمان اللي سموث مسؤولة عن ديتوكسيفيكيشن of toxic substance يعني ايه ديتوكسيفيكيشن of toxic substance يعني المواد السامة اللي في جسمك بتحولها لمواد غير سامة غير سامة وده طبعاً بيحصل فين عملية تحويل المواد السامة الغير سامة في الأورجن الراشق وكل مصلحة اللي هو مين الليفر فور اكزامبل مثلاً الكحول الخمور الكحول ده مادة توكسيك أكيد فالكحول ده بيجي خلايا الليفر وتقوم عاملة في كده تغيرات وتحولوا لمادة غير سامة عشان كده لو جينا أخدنا عينة من الليفر بتاع شخص ألقالك اللي هم الناس اللي هم بيشربوا كحول كتير حلق ان خلايا الليفر بتاعته دي بتبقى مليانة على عينها على عينها بالسموث اندوبلازميك ريتيكلا ومش كده وبس ده كمان اللي سموث اندوبلازميك ريتيكلا مسؤول عن عملية تنظيم مستوى الكالسيوم جوه المصل أو العضلات يعني ايه؟ يعني المصل زي ما هناخد عشان تنقبط يحصل لها كونتراكشن بتحتاج الكالسيوم اللي سموث اندوبلازميك ريتيكلا ده بيعتبر مخزن للكالسيوم جوه المصل مخزن للكالسيوم فعشان يحصل كونتراكشن للمصل أو انقباد الكالسيوم ده بيجي ويطلع من اللي سموث اندوبلازميك ريتيكلا على السيتوبلازم بتاع المصل وعشان يحصل للمصل دي ريلاكسيشن أو انبساط يجي الكالسيوم من السيتوبلازم يقوم ايه؟ يقوم داخل تاني على اللي سموث اندوبلازميك ريتيكلا عشان يحصل الريلاكسيشن أو الانبساط يبقى اذا انا متوقعة دلوقتي ايه الاماكن اللي انا حلاقي فيها اللي سموث اندوبلازميك ريتيكلا زي ما اتفقنا هي موجودة في كل الخلايا إلى أنها هتبقى موجودة بكتير فين فين من الوظائف هتعرف أماكنها هتبقى فين أكيد هتبقى موجودة كتير في الستيرويد سيكريتينج سيل الخلايا اللي بتفرز هرمون بيبقى ستيرويد النيتشر أو بيحتوي على ليبيد زي ما قلنا زي الأدرينا الكورتكس أو اللي هي الخلية الفوق كلوية زي التستس الخصية زي الأوفري المبايد ومش كده وبس بما أنه زي ما قلنا أن السموس دي مسؤولة عن تكوين الجلايكوجن وعن الديتوكسيفيكيشن فبالتالي حلاقيها فين في الأورجن الراشق وكل مصلحة اللي هو الليفر الليفر دا بيتكرر معانا كتير جدا 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 ومش كده وبس بما أنها مخزن للكالسيوم اللي الماصر محتاجها عشان الكونتراكشن فبالتالي حلاقيها فين حلاقيها في الماصر يعني الموضوع مش محتاج إيه مش محتاج حبس اتفقنا وده جدوى المقارنة عملتلكوا ما بين الرفو والسموذ حسيبه لو حد عايز ياخده سكرينشوت نيجي جدا نسألكوا سؤال كده نعمل ريفرشمنت ليكو قبل إيه ما نبتجي الجزء اللي بعده بالنسبة لنا ولما أقول لك أقول لي عندك ثلاثة دياجرامز A و B و C أقول لي أنه فيهم عبارة عن بيحصل في تكوين الكونتراكتايل بروتين بتاعة الماصر فايبر لازم أفكر أولا هي الكونتراكتايل بروتين دي اللي هي الاكتين والميوسين أي نوع من أنواع البروتين هل هي السايتوسولد اللي بتفضل في السايتو بلازم ولا الأنواع اللي محتاجة توجيه هل أنا محتاجة أوجهها أنها تروح مكان معين سواء يعني برا الخلية أو جوة الخلية هل أنا محتاجة أن أنا أوجهها لمكان معين لا يبقى إذن طالما أنا مش محتاجة أوجهها يبقى إيه هتكوين فين أنا عندي ثلاث رسومات ماشي كل واحدة بتمثل إيه دي عبارة عن مين دي عبارة عن تيبيولز والفيزيكل دي عبارة عن اللي سموث اندوبلازم كريتيكلم دي عبارة عن الأنابيب المفلطاها المتوازية اللي السطح الخارجي بتاعه عليه إيه ريبوزوم يبقى دي عبارة عن الراف اندوبلازم كريتيكلم دي عبارة عن العقدة أو السطحة يبقى دي عبارة عن مين يا شباب البوليزومز يبقى إذن الإجابة بتاعتي مين هيكوين لي البروتين اللي حيفضل جوه الخلية مين يا شباب الـ C الألة وهو البوليزومز اتفقنا؟